اشتركوا في القناة لسه برضو في جينيريشن اكس الجينيريشن الذهبي في الدنيا وفي مصر طيب اجتماعات نيروبي انا شفت قدامي بطبيعة حال كلمة فخمة الرئيس من جهة وشفت ردود الافعال بتاعة القضاء والزعماء الافريقة شفت ايضا الرد والكلام بتاع الرئيس الكيني الحقيقة مش بس حفاوة الاستقبال ولكن منتهى التقدير للدور المصري بشكل عام ولدور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل خاص في وصول افريقيا الى المجتمع الدولي في البداية خلينا نقل لك حاجة مهمة جدا نشارع الافريقي نفسه وده مهم جدا ان احنا ننقل نبض الشارع الافريقي من خلال مجتمع المال والاعمال وشباب الاعمال ورواد الاعمال والناس اللي بتشتغى على الارض في المجتمع الافريقي حقيقة في عشر سنوات عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر الى الريادة بالفعل والزعامة الافريقية وليس بالقولة او بالشعار وده احنا بنلمسه تماما في متابعتنا لمثل هذه المؤتمرات ومثل هذه الزيارات ومدى اهميتها ومدى اختيارها بعناية واستراتيجية الحضور واهمية الحضور واهمية الكلمات والتنسيق العالي المستوى خلينا اقولك ان الدبلوماسية الرئاسية تحمل ملفا مضاعفا للدبلوماسية الاقتصادية مع افريقيا وده شيء مهم جدا بالاضافة الى الدبلوماسية الرسمية الوضعات الخارجية والسادة الصفراء اللي موجودين في القرى الان مع جهاز التمسيل التجاري المصري احنا بنعمل في نسق متصق غير ما سبروك في عشر سنوات لنعود الى القرى نحمل هموم القرى وندفع عن القرى وندعو باسم القرى ونتعاون مع القرى هذه هي احداث عشر سنوات نراها كمجتمع القطاع الخاص ونرى السيد الرئيس في المقدمة دعني اتحدث معك والحديث اكثر صراحة لا يمكن ان يفسر دعوة مصر باسم القرى الافريقية في الامم المتحدة لمؤتمر التغيرات المناخية في شرب الشيخ باسم القرى الافريقية هكذا عود الرئيس عبدالفتاح السيسي الشباب الافريقي عندما دعاه في اكتر من مؤتمر شباب العالم هكذا عود الرئيس الشباب الافريقي عندما احتضره في مركب النيلية في اسوار في مؤتمر شباب العالم العربي في مؤتمر السلام في اسوار في ضواتين متتاليتين هكذا بدأ التواجد وهكذا روح الود التي لمسناها ما بين الرئيس وليام روتو السياسي المخضرم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي سواء قبل أربعة أيام أو 73 ساعة في مؤتمر قمة دول جوار السودان أو في الاستقبال في كينيا وهكذا هي الخطوات المحسوبة بدقة الجراح السياسي في العمق الأفريقي ودول حوض النيل أنا شخصياً بشوف لماذا كينيا دعني أتحدث عن كينيا في أسبوع كينيا 12 يوليو بعثة تجارية سياسية سعودية برئاسة الوزير الاستثمار خادف فالح والاتفاق مع شركات سعودية للعمل في كينيا بما يعادل مليار و4 من 10 دولار ما شاء الله برافو 12 سبعة الرئيس الإيراني أعراض سوفد من رجال أعمال إيران في كينيا وتأسيس مجلس الأعمال الإيراني الكيني برافو 13 سبعة وفد برئيس وزير الاستثمار الإندونيسي والاتفاق على بعض الأعمال الاستثمارية في قطاع الاستثمار البحري 14 سبعة دعوة 54 وزير تجارة إفريقي للتنسيق في أعمال اتفاقية التجارة البنية الحرة قبل مراجعات مؤتمر المنتصف العام يوم 15 سبعة 14 سبعة أيضا في هذا الأسبوع سيد رئيس مجلس إدارة بنك الأفريقي للتصدير الاستراد وتوقيع أكبر صفقة تمت هذا العام مع الجانب الكيني 15 سبعة 25 رئيس دولة وحكومة متوجدين في مؤتمر قمة منتصف العام للتنسيق والمراجعة للاتحاد الأفريقي 16 سبعة بقرة إن شاء الله وزير التجارة الأمريكي يأتي إلى المنطقة لزيارة كيميا لاستكمال ملفة استثمار المشترك الكيمي الأمريكي يمسك الخشب مرش الله إذن كيميا محطة مهمة جدا في شرق أفريقيا كيميا بميناء منبسة وبما أحرزته أصبحت محطة لابد أن تكون هي وجهة التجارة المصرية وهي محطة للتمركز للتجار المصريين في المستقبل والصناعة المصرية والتعاون الجيد الدولة ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن خلف الحكومة تفعل وتقدم كل الجهد ويبقى الأمل في مستقبل شباب مصر وقطاع الخاص المصري للتمركز في بعض المحطات الأفريقية الهامة حتى يمكن الدخول إلى عمق الأفريقي فلا يمكن التحرك من القاهرة بباشراطن لتلاتة وخمسين دولة ونمع علينا حصن اختيار مناطق التمركز اللوجستي الحاوي لاختيار الدول الجوار الأفريقي طب ما نتكلم فيها سواء سنتحدث سألقنا يعني كينيا خلاص ده مفهوم لازم وضروري جداً أوي خالص إنه يحصل ضخ استثماري من مجتمع رجال المال والأعمال المصريين إلى كينيا وليس الكينيا فقط هنا بقى الحد هنا السؤال إحنا لازم نفكر إزاي هنشتغل في أفريقيا بمنظومة معينة إحنا بقالنا أربع سنوات وفقاً للتوجه اللي إحنا شفناه بنستبقي ونستقي المعلومات القادمة من القارة إحنا ما كانش عندنا كان عندنا فقر معلومات سواء من اتجاهنا كمجتمع مال وأعمال أو من اتجاه القارة الأفريقية هم لا يعلمون عن ما حدثت في مصر وخلينا نقل لك حجم الانبهار اللي بيشوفوا الأفرقى لما بندعوهم في زرادة الجنة وبعثات وشوفوا العاصمة الإدارية وشوفوا حجم الكباري وحجم منطقة الصدايا في قناة السويس مفيش بهم برضو ما عندوش معلومة وإحنا ما كانش عندنا معلومة كاملة نظراً لفترة انقطاع أكتر من 30 سنة الآن المناخ مهيئ وممهد عشان نعرف حجم هذه المعلومات اللي أنا بحكي لك النهاردة جزء كبير جداً منها ربما الشارع المصري لا يشغلوا كل هذه المعلومات اللي حكيتها لك لأول مرة عن الإسبوع الكيم هل تعلم يا سيد يوسف أن كيميا أنهت قبل خمس سنوات 85% ما يحتاجها من الطاقة هل تعلم يا سيد يوسف والسادة المشاهدين أن كيميا 85% ما يحتاجها من الطاقة معظمها الطاقة نظيفة من طاقة الرياح وأن أكبر مشروع موله بنك التنمية الأفريقي في كينيا من طاقة الرياح مشروع مهم جداً اسمه الليكتور كينا ويند بروجيكت يعني عايز أقول لك أن الناس دي خلصت هل تعلم أن الكينيا الآن في الاقتصاد الرقمي وفي الفاين تيك وفي الدفع للمدفوعات عن بعض والدفع بالموبايل على كافي أصبحهم بيطلقوا عليها يعني السيليكون سفنة حلوة إذا هل تعلم أن النهاردة كينيا عندها التنوع في السدع الاستثمارية أنا لا أسوق لكن أنا النهاردة بدي رسالة لكل الشارع المصري اللي ابتبعنا قد إيه لابد أن يكون لدينا إيمان وصدق يقين برسالتنا مع عمق القرى الأفريقية اللي تأخرنا عنها كتير ربما نترك يعني نعمل الآن لأنفسنا وللأجيال القادمة الاهتمام بالعمق الأفريقي كما يهتم كل دول العالم كل الأقطاب في الحق لم تتصارع على القرى الأفريقية وتعرف هذا المدى الأهمية هل بدأ المستثمارين المصريين يهتموا بقى بمسألة الاستثمار في كينيا؟ لا هي الفكرة ليست استثمار بس شوف أنا قلت أكرر أن ما حدث فيه المشاكل التصوديات العالمية والتحديات ربما تأتي الإنجازات من رحم الأزمات الآن الشارع المصري كله يتحدث عن التصدير ويتحدث عن الحصيلة الدولارية وهناك اهتمام وحلة حركة فكري وفيه ناس بدأت تدور وتروح جهاز التمثيل التجاري وتشوف الجامعية الفلانية وتخبط على ده لم يكن موجود قبل سنة 2-3 مكتفي بالسوق المصري ورجل شغال 120 مليون الآن الحاجة أم الاختراع فبدأ يبقى فيه حالة تحول إلى التجارة مع القرى الأفريقية سواء بالاستيراد للسلع والخمات والسلع الأولية والقرى تكتز بذلك أو التصدير لذلك ونذكرت معك في أكتر من برنامج سابق بعض هذه المعلومات خلينا أقول للناس علشان يبقى عندنا احنا قدرة ورؤية عن دول القرى عاملة ايه يعني الصورة الزهنية القديمة ان القرى مش عارف الأرض فيها ايه والناس عندها امراض ايه هذه الصورة يعني أنا حديثي النهاردة عن كينيا وهو حديث لينقل تكسيدا حقيقيا للشارع المصري كيف تكون كينيا البلد التي لديها تاريخ في إنتاج الشاي والقهوة والدرر البيضاء وقصب السكر نوقف؟ لا هنقل حاجة تانية خالص بر السندوق الزهور الحاصلات البستانية كينيا تلاعب العالم في إنتاج الزهور مع هولندا وبرص الدبي للظهور كينيا هتسقط؟ لا كينيا عندها الآن توجه في الصروة المعدنية الحديث عن الزهب السودا أش الحجر الجيري الفلوسبار هننتهي؟ لا الفلوسبار ده هو إيما واحد أهم المعادن النفيسة الهم جدا بتستخدم في صناعات دقيقة وحساسة حلو خلاص تعالها نتحدث عن السياحة بقى الناس اللي متفاكلة من السياحة ما بتجيبش دولار لا كينيا بالمحميات الطبيعية أشهر محميات طبيعية في العالم حدائق المفتوحة حدائق المفتوحة مساي مارا كلمانجارو مونتين الجبل كلمانجارو ماتساو الوطنية حدائق المفتوحة المحميات الطبيعية كل دي محط أنظر ومقصد سياحي لمعظم دول العالم نحن لابد أن نعلم تماما أن هناك صناعات جديدة الآن للملابس والألمونيوم الصلب والسجاير والأدوية في قلب كينيا بتقوم الآن ده معناه أن في دول حوض الميل هم عندهم منبسة وعندهم اتنين ميناء فرعي وبالتالي هي تخدم دول حبيثة خلفها وبالتالي وجودك في كينيا للتجارة مش لاستثمار فقط ده هيخليك تدخل لأسواق ما يقوم بـ 250 مليون نسم لأنها ديها سبع دول جوار فتبقى كينيا مركز مركز نقدر كتجار بكل المستويات بكل الفئات يعني حتى لما تدخل دولة متقدمة في فينتيك أو في الاقتصاد الرقمي في أفريقيا يبقى عندك فرصة أنك تشتغل تكنولوجيا معلومات طبعا يعني أنا دايما أقول أن مثل هذه اللقاءات قبل كده كنت معاك واتكلمنا عن زيارة السيد الرئيس قبل شهر بس أيوة كنا في أنجولا كنا في موزنبيق وكنا في زنبي وقلنا أيامها أن أنجولا دي من أكبر الاقتصاديات الآن اللي فيها استقرار سياسي وفيها مفت وفيها طال وقلنا أن موزنبيق واخد قرد وبتشتغل على 8400 مليون دولار لمشروعات غاز في موزنبيق وتبقى تاني دولة زي مصر لما طلعت حقل ظهر وحقل إيني هيبقى الشغل في موزنبيق معناه إيه؟ معناه أن حجم الطاقة الموجود في مصر من مصانع ومعدات وخبرات الجزء المعطل منها لو تم توزيع والاستفادة منه في القرى الأفريقية سنحقق أكبر عائد ممكن الدول الآن تقوم بدول المنظم وبدول القاتلة الأساسية لكن على الخطوط الأخرى الظهير سواء كان قطاع خاص أو مجتمع مدني الدخول خلف القيادة السياسية اللي عملت 11 مزرعة نموذجية في القرى كقاطرة مصر في 8 سنوات حتى تكون نواة استرشادية لكل من يريد أو يسق فيه أن هناك فرص زراعية في القرى الأفريقية فكانت الدولة عليها دور المبادئة التواجد التواجد أيضاً الوجود المصري الأفريقي الآن أصبح في وضع يعني ربما مفيش أسبوع خلال 10 سنوات لا يوجد لدينا في مصر سواء منوك المركزية الأفريقية محاكم الدستورية الأفريقية زيارات أفريقية مستمرة ده اللي خلينا نبدأ نركز مع العمل الأفريقي أنا عايزة أسألنا دكتور يوسري هروح للفاصل عايزة أرجى بعض الفاصل قلتلي هي مش كينيا بس لازم يبقى لنا أكثر من وجهة في عمق القرى الأفريقية وبنختار بعناية شديدة أنا عايزة أروح لأكثر من وجهة دول استنونا بعد الفاصل مع دكتور يوسري الشرقاوي فتا تابعا كنت لسي بقول دكتور يوسري كلام اللي بيتقال ده ده استشارات اقتصادية واستثمرات كلام ده بفلوس والله وبفلوس كتير يعني احنا لما نيجي نروح لشركة استشارية علشان يقول لنا نعمليه في إفريقيا بنحط فلوس على الترابيزة الأول قبل ما نسمع حرف دكتور يوسري منور نور الكلام تقلو ده قولي وجهات أخرى مش بس كينيا كينيا هي الفرصة الأكثر واعدية جوه إفريقيا للتوجه الاستثماري مين تاني غير كينيا احنا قلنا أنجولا قلنا موزنبيق طيب شوف خلينا نمسك القرى كده ونتكلم على ست أقاليم أساسيين خلاص احنا عندنا شرق أفريقيا ودول حد النيل ودول حداشة الدولة وقلنا فيهم كينيا حلو معنا والسكند بتاعها المحطة التانية تنزاني جميل خلاص يبقى احنا كده ايه دول المحطتين اللي لازم نركز ونرتكز فيهم التجاريس جاية سواء على مستوى القطاع الخاص وانت احنا شايفين ان فيه دعم حكومي في هذا الاتجاه نخش على غرب أفريقيا غرب أفريقيا هنتكلم على لغة فرنسية وهنتكلم على شبكة بنوك واعتقد ان احدى الدول الشقيقة في شمال أفريقيا قطعت شوط طويل جدا في هذا الصداد فاحنا لازم نربط مع الشريك الاستراتيجي بتاعنا في الاماكن دي يعني هنتكلم على شغل جيد جدا شان النظام المصرفي طبعا نعيز نظام المصرفي مستقر وآمن جدا فانت النهاردة عندك احد البنوك اللي واخد طريقيا في مصر بيشتغل في غرب أفريقيا في 15 دول واحد البنك التجاري واخد ملوك لأحدى الدول العربية الأفريقية في شمال أفريقيا وده بيشتغل في 15 دولة اللي هم مجموعة الإكوس أو غرب أفريقيا نروح عندنا نقطة تمركز هتكون فين هتكون لإما في غانا يإما في بعض الدول اللي فيها مكان استراتيجي جدا مش بحاجب كبير لكن هتدخلك الإكوس هتدخلك غرب أفريقيا يعني دولة زي جانبيا جانبيا دي 2.3 مليون بس فيها ميناء اسمه ميناء بنجول وفيها شخصية مصرية راحت جانبيا سنة 94-95 بأجهزة كهربائية مصرية والنهاردة هو أكبر مول تجاري بوجود بيوزع أجهزة كهربائية في جانبيا والسينغال أول حد لها ومالي وجزء كبير جدا في مورتانيا وراجل بصري شهير جدا واسمي جير جدا من سنة 95 كان موزع لأجهزة كهربائية في السعودية بس ما رجعش على هنا رجع على جانبيا وهو مصري الآن موجود في جانبيا فيها ميناء اسمه بنجول وميناء بنجول الغطس فيه بيوصل 24 ألف قدم وميناء بنجول يعتبر متنفس رئيسي لجانبيا والسينغال ومنطقة مورتانيا ومالي إذن دخولك غرب أفريقيا لازم يكون في مراطق تمركز لإيد موجودة فيها وبالمناسبة جمهورية مصر العربية والحكومة المصرية بدعم من تواجه الكهد السياسية المصرية عملت مستشفى في جانبيا بتكلفة مصرية حتى يمكن إيجاد بيئة صالحة جدا كنواه لمثل هذا التمركز وللبحثين على الدراسات في قلب وعمق أفريقيا وللتواجد في هذا العمق الأفريق وبتتكلم بقى على مصايد أسماك وبتتكلم على جنبالي أوروبيان وبتتكلم على دورة بيضة ودورة صفرها في السينغال هذه المنطقة كلها 3 ساعات بالعربية بينهم وبهم بعض تمام؟ وعلى فكرة إحنا عندنا أسماك كبيرة موجودة في القارة بس المحتاجة التوسع يعني على فكرة اسم الكبير بتاعنا بتاع المقاولات معروف جدا وده موجود جدا في المنطقة وشغال في السينغال حاليا وشغال في المنطقة المعجودة هنخش على منطقة وسط أفريقيا وسط أفريقيا على طوله تمغمض لازم تتمركز في رواندا ليه بقى؟ كجالي 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 مدينة المال والأعمال الآن كجالي مستوى مهم جدا ومركز المؤتمرات كل ما يمكن أن تحلم به في تنفسية المال والأعمال في إنهاء الترخيص ما فيش تأشير الدخول تأشير الدخول في المطار لأي جنسة من جماعة الحاليا في كجالي في بنوك مصرية بتشتغل في كجالي بشكل جيد ما عندكش مشكلة خالص المشكلة الوحيدة لو ممكن تقابلك في رواندا إنه البلد دي بلد حبيسة يعني مالهاش بحر طارب بحر ليها بنتكلم على دار السلام تنزانيا وبنتكلم على طب هم عملوا إيه عشان يحلوا اللغز ده؟ راحوا أعملوا أكبر ميناء جاف في وسط أفريقيا عندهم وجابوا شركة ماني دبي تديروا وبالتالي بتشحن دور تدور صلاة من هنا لإهناك أنت نكتش دعوا بالتنزيم طيب رواندا ليه؟ رواندا لو خدتها على 18 مليون نسمة سكانها مش هو ده الموضوع بتاعك لو أنت راح تتمركز هناك لا أنت رايح لبروندي 14 مليون تمام؟ رايح لدي أرسي أو كلغو الديمقراطية 44 مليون رايح لجزء كبير جدا من أغاندا ثلاث ساعات من رواندا على فكرة كل ده بيتغط من رواندا وكل دول بيروحوا لبعض وكل يا سيد الفاضل أفريقيا عرقية وعارفين بعض قواس جدا قبائلية طبعا ولما بتعمل حاجة في نيجيريا بيتصل بك حد من زنبابو يقولك طب أنت مدعكنش ليه؟ طب انتها البساطة الشديد وعايزين منك كل حاجة ومجرد ما يعني تحاول تشتغل وتتكلم وتاخد مرة واثنين وتلاتة وما يشعرش أنك أنت رايح له بس عشان تصدر له لما العالم قرص عليك اقتصاديا أنت رايح له عشان تتعاون وتشترك وتتكلم وتصنع وتقعد معاه هيستجيب معاك بشكل جاي جدا يبقى تتكلمنا على الوسط نيجي بقى في منطقة أخرى عايز تتمركز فيها عندي منطقة مهمة جدا وحيوية جدا وحساسة جدا غير منطقة موريشيوس، مدغشكر، سيشل دولة 34 مليونة أسا الشغل كله بتنمي في موريشيوس موريشيوس تعاملت سياحة، فاين تيك، خدوات مالية تأسيس الشركات، تأسيس بونيكوست سمار أوفشور كامباليس اللي انت عايزه هتلاقيه وهتطير ساعة ساعة وبدأوا الموجودين أفارقة من أصل سريلانك وهندي بيعرفوا يشتغلوها كويس جدا بشكل محترم جدا مع مدغشكر وسيشل، فبنتكلم على سوق قاومة 34 مليون يعني لما تودي أحواض وتودي سراميكو وتودي أرضيات وتودي بلاط وتودي بيات في المنطقة دي هتعرف تشتغل بشكل جيد جدا ودخل كل ده ما عندكش مشكلة فيه فإحنا كمان لازم يكون هذا التوجه بخطة إفريقية مكتملة حكومة وقتع خاص للتواجد في هذه الأماكن يخدم عليها مصر تيران ويخدم عليها الكارجو ويخدم عليها السيبورت ويخدم عليها الشحن ويخدم عليها كل اللي احنا عايزين نشتغل عليه في خطة طويلة الأجل يقدر يتشارك فيها القطاع الخاص والقطاع الحكومي بشكل أو بآخر العودة من أفريقيا في وجهة نظري أصبحت غير مقبولة ولا بد أن تحصف من قواميس نحن نحتاج في أفريقيا الاستدامة السيد الرئيس عبد الناصر وصل إلى أفريقيا كل الرؤساء وصل الأفريقيا الآن وصلنا مختلف وصلنا من عشر سنوات ليلة نهار يعمل دي السيسي في أفريقيا إذن لا عودة ولدينا أشقاء موجودين في القارة صح والإخوة اللبنانيين جاهزون أنهم يضعوا دينا في أديهم يفتحوا دينا أسواق القارة الأفريقية لكن بأنظمة التجارة الدولية حديثة الله ينور بص دكتور يوسري أفتنا وساعتنا ودت لنا المشهورة المجانية على الهواء مباشرة كده ما فيش قدام مجتمع رأس المال والأعمال في مصر غير أنه ياخد بعضه ويطير على هذه الوجهات الاستثمارية ويبدأ يشتغل أنا عايز أشكرك جدا نورتني وشرفتني كمجرة العادة وأنا دايما نستفيد من حضرتك جدا أوي خالص بالمناسبة دكتور يوسري أيضا من أبناء نفس ذات الجيل الزهبي جنريشن أكس معت رجعت جنريشن أكس يبدأ من 1966 لحد 1982 حركة 82 82.5 كل الشكر مرة تالية الدكتور يوسري الشرقوي مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة شكرا جدا لحضراتك سوان يكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجه رقم 10 طبعا هيوسني جدا على أداء الزمالك ومجرات العادة كريم رجل رياضي أخلاقه رياضية أوي خالص ما هنقل أبعد الحدود أما احنا بقى لو كان لنا العمر نقابلكم بكرا إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة سلامت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر